اعلنت السلطة الموريتانية عن مقتل ثلاثة من الارهابيين كانوا قد فروا مساء الاحد الماضي من السجن المركزي بنواكشوت والقاء القبض على اخر واكد بيان رسمي ان عملية مقتل الارهابيين التي تمت بمنطقة وعرة بولاية ادرار قد اسفرت عن مصرع دركي من القوات المسلحة الموريتانية وقال المصدر ان وحدات من الدرك متخصصة في مكافحة الارهاب تعرضت لاطلاق نار كثيف خلال عملية تمشيط ما ادى بها الى الدخول في اشتباك مع العناصر الارهابية